السلام عليكم و مرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله سوف نشارك معكم تورطة ببيضة و سبع ملاعق أو سوف نعتبرها تورطة الإملاقة أو كوكوستار فكما حبيتوا تسميوها سميوها إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بالنسبة لمكونات الكيك فهي سهلة و مبسطة نصف كأس من زيت الكأس يقياس مئتين ميلي يعني عندنا هنا مئة ميلي نصف كأس من السكر نصف كأس من الحليب ست ملاعق كبيرة مملوقة شوية من دقيق بيضة عندي فانيلا و عندي ملعقة من الكاكاو المر نوع جيد نادي نكملو به سبع ملاعق بينو بين دقيق و عندي كيس خميرات حلويات اللي يكون عشرة جرام تقريبا أو كيس ونصف متعة ثمانية و عندي ملعقة من الخل دائما البيض يكون الحجم متاعه كبير و يكون بدرجة حرارة المطبخ نوضعوه في الخلاط أو لف مولينيكس و رشة من الملح انا الفانيلا ضروري نديرو نوع ممتاز عندي نصف كأس من السكر فقط نصف كأس من زيت الحليب دائما اخواتي انا كندفيه فغدي نديرو كدالك نصف الكأس اولا الكأس الكيس 200 ميلي يعني 100 ميلي نطربو هاد المكونات مزيان هنا فين كيكون السر نتاعنا نتاع الكيك بصفة عامة نطربو هاد المدة نتاع دقيقة او اكتر خديت البودا نتاع الكاكاو مع الدقيق مع الخميرة نتاع الحلويات ضروري اخواتي نديرو 10 جرام او يعني كيس اونس باش كدجينا مرتفع و كدجينا مهوية غادي نضيف ملعقة نخلطو الكل مزيان انا اهنا القلب خديتو القطم بتاع و 20 سنتيم اللي دهنتو بالزبدة و رشيتو بالدقيق سبق لي وشاركت معاكم هاد الكيك هادا فهنا هاد المقاطع انا مازال بحتفظة بهم باش نشارك معاكم كيكات من هاد النوع هادا دونك هنا عنا الخالي تنتاعنا نحطوه دائما الفورن يكون ساخن درجة الحرارة ما تكونش عالية يعني تقريبا مية وسبعين درجة و نحطو الكيك نتاعنا يعني كيطب على رحت رحتو ما كديش معنا وقت بزاف و نلتقي في الطبقة الثانية بالنسبة للطبقة الثانية بالنسبة لي هنا انا خديت مية جرام تاع البودغ شانتي سيدات اللي ممكن انهم يعني تكون مكلفة هاد الاكياس فممكن تاخدوها بالوزن يعني كتباع بالوزن كتكون ارخص هنا مئتين ميلي من الحليب و اتنين كأس من نفس الكأس لقيسنا بالحليب من الكوك او لا جوز الهند بالنسبة لي هنا لحالي بكنت وضعها في المجمد باش انه يجمد او لا يقبط معنا مزيان عندي هنا يا البودغة نتاع شانتي مية جرام انا عندي ها ثلاثة الاكياس فايت المية بشوية فخليتهم غادي نطربو مزيان 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 وحتى يطلع عندنا لشانتي نتاعنا بهذا الشكل هذا خلوها شوية خفيفة يعني ما نقصحوهاش بزاف لكن ماشي خفيفة خفيفة بزاف غادي نتوفوها معي فبنسبة للحليب ميتين ميل فقط في مياس جرام وضروري اننا نحطوه في المجمد قبل يعني بربع ساعة باش انه يسهل علينا اننا تطلع علينا لشانتي نتاعنا هنا عندي الكوك اولا جوز الهند اللي غادي نديرو منه اثنين كأس نخلي واحد شوية على حسب نوع الكوك اولا جوز الهند لكن هنا انا احتاجت اثنين كأس من نفس الكأس اللي قيصنا به الحليب فغادي نشوفوا معي القوام انتاع الخليط هذا انتاعنا كيكون بات شكل هذا دائما كنضيفوه بشوية بشوية اخواتي باش كنعرفوه يعني القوام ما جيناش قصح عو تاني مرة واحدة بالنسبة الكيك انا ما سبقيتاش اذا بغيتو انكم تطقيوها ممكن انكم تطقيوها بالحليب مع الكوبيل او لا النيس كويك تقدو تغليوهم فوق النار و تطقيوها بشي كوردون او لا شي عود ومن بعد كتطقيو الكيك نتاعكم هاد الكيك تجي خفيفة و تجيها الى رطبة كنت بقلي وشاركتها معاكم في حد التورطة غدي نتكليكم رابط ان شاء الله اه هنا اه كنوضعو الخليط انتاعنا لي كيكون بهذا الشكل هذا لانا ما زال غدي نحطوه في المجمد فا اه كيكون بهذا القوام هذا كنحاولو ما امكان اننا انقادوه او لا نسرحوه لكن نركزو على الجواني بمزيان اننا اه ندخطو عليهم هاكا شوية باش ينزلوه يجيونا مقادين ممكن تصديرو اي ساكل عندكم اه اذا بغيتو تمونطيو فيه اه ما بغيتو جدو تصديرو هاد القالب هذا اللي يتوفر عندكم فكندربو على سطح سطح العمل مزيان باش انها كتتقعد عندنا وكتتساوى وكنزيدو فقط اه نقادو الخليط نسعنا بالضهر نسع الملعقة بالنسبة لي انا غدي ننطف حتى الجوانب يعني باش تبقى عندي مقادة بنندر طبقة الاخيرة اللي كتجي اكثر من رائعة فيجين يكون شي مقاد من بعد غدي ينقاد كل الشي اللي عندي ونوضعها في المجمد واحد لمدة حتى كتقبط معانا وضروري انها هتكون متماسكة مزيان انا خليتها تقريبا شي ثلاثة ساعات باش كتقبط ومنكن ديموليوها كتكون قابطة معانا مزيان فننظف نلتقى في الجوانب ونلتقى في الطبقة الاخيرة بالنسبة للطبقة الاخيرة انا احنا غدي ندير اثنين علبة من الفلون بنكهة شوكولا انتع درهم داك الصغير هنا درت السكر اصبقتلي ان هذا من دون سكر ونصف لتر من الحالب كنديرو فلون عادي يعني العلبة الكبيرة كنديروها فقط في نصف لتر وثنين علب صغير في نصف لتر فحطيت سكر فقط ثنين ملاعق بالنسبة للسيدات اللي غير مغربيات فممكن تعودوه ببودرة الكاسترد بنكهة الشوكولا الكمية يعني القياسات اللي عندكم في العلبة مع نصف لتر من الحالب هنا مبعد ما غلي عندي الخالط فوق النار كنخرجوه وكنضيفو ست حبات من شوكولاتة ضفت هنا غالة باش كيزيد يعزز لي داك الطعم ويقوي هنا في الكأس نتع المولينيكس درت ست حبات من بيسكويت تقدروا اخواتي انكم تديرو هينريس صغير يعني او ايا بس كويت عندكم ست قطع فضربتهم في الخلاط ومبعد صفيت هاد الخالط اللي عندي هنا فهنا ضروري اخواتي واحد المسألة ان انا كنحركوه مزيه 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 مني كنصفيه وباش ما كتبقاش لينا ذكره هو مني كنطحنوه بالنسبة لي انا بقيت كنحركو كيف ما شفتو معايا وكننزلو به مباشرة على الخالط الاول اللي هو انتع الجوز الهند باش ما كيتكتيش عنا هاد الخالط لانا اذا خليناه فكيباس او لا كيعقاد عندنا ونحاولو اننا ننزلو به بسرعة حتى الجوانب ما نساوهم شو قوي عندي بعض الفراغات من الجوانب فغدين نرضوه مزال للمجمد واحد شوية او تلاجه حتى كيقبط مباد في التزيين زينت فقط بالكوك او لا جوز الهند باش نعرفوا ان هاد الكاكنتانا او التورتانتانا بالكوك فهنا غدي نقطع معاكم قطعة كتجي مرتفعة كيف ما ذكرت ان القطر 20 سنتيم اذا درسته في القطر اللي هو 28 فم غديش يجيكم هاد الارتفاع فقط للتوضيح ممكن بعد سيدات انهم يجربوهم مجيهمش مرتفعة ويخليولي تعريق انها مجدش بنفس الارتفاع القوالب يعني كيختلفوا في المقاصات او لا القطر انتاهم هنا هدا هو شك انتاها فعن قرب فكيف ما شبته معايا الكيكبي ده واحدة كيجي رائعة وبالنسبة لي فاش حطيتها في الصحن وكنت غادي نقطعها بالفوق شايت ما بينش عندي دكتوير يعني ما تضغطش لي على الكاميرا كان عتادر مهم شكلتاها كيجي رائح وكذلك حتى المدق ان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم واستحسانكم وإلى اللقاء